مشاريع ضخمة تجعل المغرب على مسار النمو الأخضر قطع النقل على غرار عدد من القطاعات شهد تطورا كبيرا من خلال انخراط المملكة في صناعة وسائل نقل صديقة للبيئة التوجه نحو السيارات الكهربائية يأتي في إطار الحد من الانبعاثات الغازية وتطوير تنقل حضاري ومستدام فيما يعد مشروع درامواي إحدى وسائل النقل العمومية الصديقة للبيئة أيضا المغرب ينخارط بشكل فعلي في إعادة هيكلة الاقتصاد من أجل تهيئ على المستوى المتوسطة وعلى المستوى البعيد من أجل تهيئ الذي يكون هناك واحد الاقتصاد أخضر واحد الاقتصاد الذي يكون فيه المبيعات الغازية خفيفة وكان سعاء أن نوصله لأنه لا يكون لدينا المبيعات على الكاربون كما تعرفون أنه في الـ 26 من المنتظر الآن أنها تخرج بواحد المستقبلة ونرى واحد السوق العالمية المغرب تبنى استراتيجية طاقية منذ سنة 2009 استراتيجية ترتكز بالأساس على تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية تهدف إلى ضمان استقلاليته الطاقية والإسهام في تقليص الانبعاثات الغازية مدينة الريباط والطاق البيضاء نخرطنا في شبكات التراموي وهذا من أنواع المشاريع التي يمكننا أن نخدمها في مجال النقل كان كذلك بعض الأنواع كذلك النقل العمومي بحل الحافلات التي تقدر تشغل بحل طريقة التراموي وخاصة الحافلات التي تكون عندها مامار خاص وهنا نرى بعض المدن التي بدأت في هذه المشاريع بحل مدينة مراكش ومدينة أقادير المغرب لا يساهم على عالمين في هذا التلوث بحيث أفريقا بصفة عامة لا تتجاوز 3% بأن أكبر ملويتين هي الصين والهند والأوروبا وأمريكا هم التي تنتجوا هذه الطاقات الأخفورية تستعملها بخاصة الفحم أو كذلك النفط أو الجازوال التي تستعملها كثيرا في الانتاجات في النقل المغرب يرسم أهدافا واضحة في إطار مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 26 الذي يأتي وسط تحديات غير مسبوقة للتغيرات المناخية أهداف تتمثل بالأساس في مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطقي بـ 52% في أفق سنة 2030 وذلك عبر مشاريع واعدة في مجالات واسعة تشمل النقل والفلاحة وغيرها ترجمة نانسي قنقر